لا نحن نكمل expos感覺 لا بقولك حسين عبدالغني بذلك اللي بخنا نكملك Vienna تضطرنا أن نكشف الملفات التي يجب أن لا تكشف الآن سنكشف الملفات ملفات حسين عبدالغني م ملم يكشفepend انو انو أنه يوقفو مع حسين موانا اّ حسين موانا حسين عبدالغني لديه مماراولات ولديه ميزات هدوه 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 بس عشان الصوت حسين عبدالغني لديه انتزع لنفسه ميزات في المعسكرات ومايز نفسه عن اللاعبين سمبت أذى لكثير من اللاعبين المصراوي كثير يا أحمد نفتح الملفات حسين عبدالغني لديه مقر سكني أو مقر مبيت يختلف عن كل اللاعبين لديه دائما مرافقين اثنين شخصين معه من جلسية عربية بديقار لا ما أقول بديقار لا 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 بديقارات دائما يلبسون سموك على أقل وبدل شي تعني اثنين يرافقونهم في حل هيوة ترحالة حتى خارج المملكة وإي طلبات يطلبه حسين عبدالغني من أي جهة خارج المطعم أي شيء هؤلاء يوفرونها لهم بخلاف عدم التزام بالنظام الغدائي الموجود في النادي هذا خارج النصر ولا داخل النصر؟ داخل النصر وفي المعسكرات وفي كل شيء ولديه نفوذ عالي جدا حسين عبدالغني مع بعض اللاعبين الذين يرتبطون به بشكل مباشر مثل عبدالله العنزي عبدالله العنزي يغاب ست سبع مباريات أيام دسلفة وأيام غيره ويجيهم في ليلة المعسكر ويكتمع مع حسين عبدالغني يطلع يقول من يبيلعب بكرة حارس في مبارات الأهلي اللي خسره منها النصر أربعة أثنين الكاس لا اللي في الدوري بدت طيب ثم يقول مني بكرة أنا أنزل في التشكيلة من هو اللي في تشكيلة النصر بكرة مني يمسك حارس يقول لأنا بأمسك بوريكم ستة تمارين لم يحضر فقط دقائق في غرفة حسين عبدالغني يخرج أصبح أساسياً في التشكيلة ومن المدرب ما قلت لك مدرب كثيرة سلفة كانيدة كلهم كانوا يعرفوا لحسين هذا النفوذ الكبير الذي أنا أتحدث عنه هذه الفوضى وليس النفوذ هذه الفوضى التي يفرض حسين عبدالغني في المعسكر في الفريق النصراوي هي المرفوضة أهلاً بحسين النجم أهلاً بحسين اللاعب أهلاً بحسين المنضبط أهلاً بحسين اللاعب الذي ينسجب مع المجموعة أهلاً به يا سيدي فيه معسكر كرواتيا جمع بعض اللاعب وقالهم هذا المعسكر لا يصلح هذه الدولة لا تصلح نريد أن نذهب إلى النمسا أو لسويسرة ثم أعثر المدرب قالوا احنا مبرمجين ما نقدر اجتمعوا يا شلة اللاعب قالوا لا ولا نبغى النمسا ونبغى سويسرة أمام الفرض اضطر عبدالل عمراني أن يحضر وأن يقول يا جماعة لدينا عقود ولدينا حجوزات لا نستطيع أن نغير هذا المعسكر ابقوا في هذا المعسكر تلابش وتشابك وتهاوش باللغة العامية مع أحمد الفريدي أثناء المعسكر وأبلغ أحمد الفريدي تأذيه الشخصي من هذا الأسلوب من حسين عبدالغني في الفندق اللي كانت تسكن فيه البعدة النصراوية أو الفريق النصراوي المعسكر في كرواتيا كانوا اللاعبين يأتون من التمرين بالبوت الرياضي عزوكم الله في بقايا من العشب وبقايا من التراب عزوكم الله الإدارة الفندق طلبت من إدارة النصر هذه الأحذية لا تدخل مرة ثانية لأنها تسبب خج للرخام من اللاعبين كلهم من اللاعبين كلهم التزم بكر اللاعبين الحسين عبدالغني الامتزم واجهة إدارة الفندق تلفظ بألفاظ مسيئة بحق تثق في من نقلك المعلومات أنا مسؤول عن كلامي أنا مسؤول عن كلامي كل هذه المعطيات التي تراكمت على زوران وعلى إدارة النصر وعلى الجمهور النصراوي يا رجل انظر إلى جمهور النصراوي اليوم شكرا يا حسين نقوله شكرا ما قلنا له شيء ثاني مع السلامة أرجوك ماذا تريد طب وليش يجامل بهذا الشكل هذا السؤال هذا السؤال أنا قلت العبدالتو أنا قلت العبدالتو أنا أحتاج هذا السر أن يكشى ما هي السر العلاقة التي تربط الأمير فيصل بن تركي الذي خلاله يضحي بأعضاء شرف كبار ومدربين ناجل بقاء حسين عبدالغني حسين عبدالغني هو المسمار الذي دقى في نعش النصر في هذا الموصل هذا الرجل أو هذا اللاعب هو رمز للفوضى هو رمز للضياء أحد الأشياء اللي يقول أعيده وكرره الأمير فيصل بن تركي نسف قيم النصر التي أقامت على مسألة رمزية اللاعب الفنان المهاري الجماهيري اللي يدعم منظومة الفريق الأمير فيصل بن تركي نسف هذا كله وجعل رمزية النادي مرتبطة بحسين عبدالغني القائد الذي أتى إلى النصر في وقت كان النصر فيه ضعيف فوضع هذه نسفة قيم النصر ثم استمر الأمير فيصل بن تركي على هذا المنوال مع حسين عبدالغني أنا أتمنى فعلا سؤالك أبو مشعل سؤال وجيه ومنطقي وعظيم وأنا أعلقه معك إلى بكرة ما السر الذي يجعل فيصل بن تركي الأمير فيصل بن تركي يقاتل كل هذا القتال من أجل بقاء حسين عبدالغني يا رجل هذا رجل بلغ من العمر عتية واحده واربعين سنة ما الذي سيقدمه حسين عبدالغني على مستوى الفني لا شيء انتهى على الصعيد الفني ما الشيء ما القيمة الشخصية التي ممكن ينضيفها حسين عبدالغني للمجموعة هناك مجموعة كبيرة لا نريد أن أحدد نسبة لك مجموعة كبيرة وسترونهم في الأيام القادمة مجموعة كبيرة من لعبين النصر الحاليين الذين انسجموا مع الفكر الفني والإداري الذي كان موجود أيام زوران الآن يرفضون حسين عبدالغني تماما ليس رفضا شخصيا نما رفضا لممارساته التي تجاوزت الحدود نقطة أخيرة عودة حسين عبدالغني للنصر هي عودة للفوضى عودة للضياع يلها الحد نعم عودة للفوضى عودة للضياع عودة للممارسات القديمة التي ارتاح النصروي منها فترة غيار حسين عبدالغني وشهل يسوي اللاعب وهو عنده عقد تقول تمنع أنه ما يتمرن أعطي إجازة مثل ما أعطي خلصت الإجازة بعض اللاعبات إجازة مفتوحة حسين عبدالغني حسين عبدالغني نحن نقوله للآن حفظا لتاريخك ابتعد اخرج اعتزل حتى لا يقذبك الجمهور من المدرجات يا رجل رجل عمره 41 سنة ما الذي سيقدم حسين عبدالغني في هذا العمر دقيقة بس واحدة عودة حسين عبدالغني هي عودة أيضا للفوضى سأقول لك الفوضى معي وش الفوضى فوضى تتمثل في وجود عبداللعنزي هذا اللاعب الذي لابد هي عملية الشلالية والترابط اللي بين حسين عبدالغني وعبدالله العنزي ومجموعة من اللاعبين التي تؤثر على الأداء الفنية التي أوصلت النصر العام إلى الترتيب الثامن هذه الفوضى قمعها أو أنهاها السيد زوران الآن ستعود ويقول لجمهور النصر صبرا صبرا ستشاهدونها فوضا لم تمر على النصر من قبل ترجمة نانسي قنقر